بغداد ينضم إلينا عمر الأقمار الصناعية السيد واثق الهاشمي المحلل السياسي أهلا بك سيد واثق بداية كيف تتوقع ردود أفعال البرلمان فيما يتعلق بالأعضاء الجدد في الكابينة الوزرية لرئيس الوزراء شكرا نصال خير عليك وعلى أستاذ ناطق والمشاهدين الكرام أنا أعتقد ربما غدا سيواجه السيد العبادي مشاكل صعبة كثيرا في موضوع التمرير الوزرات الثلاثة لأسباب يعني كتلة الوطنية للسيد إياد علاوي تعتقد أنها تريد أن تأخذ وزارة الدفاع بدلا من التجارة في حين أن السيد العبادي رشح السيد يوسف الأسدي ثلاثة مرات وبوزارات مختلفة لكن رفض والتسريبات تقول قد يدفع به باتجاه وزارة الصناعة اليوم الكتلة الوطنية قالت نريد وزارتين بدل الدفاع إذا لم تعطون هذا الأمر هناك مشكلة في التحالف الوطني وتقريبكم كان واضح في هذا الاتجاه في موضوعات وزارة الداخلية مشكلة في داخل بدر أولا ومشكلة بين بدر ورئيس الوزراء وبالتالي أنا أعتقد هناك مشكلة كبيرة سيواجه السيد العبادي في تمرير الوزارات والهيئات المستقلة التي لا تقل خطورة عن هذا الوضع لاعتبار أن الـ 29 وزارة أكثر من 20 وزارة إلى دولة القانون كانت بالتالي يجب أن يحقق توافق داخل التحالف الوطني ثم توافق مع الكتل الأخرى التي أيضا ربما ستدفع بمرشحين حزبين غير تكنقراط للمرحلة المقبلة أستاذ الهاشمي إن سمحت لي هنا في موضوع ضبابية وزارة الداخلية الحقيبة المهمة إذن هناك خلافات على مثلا حسين الطحان الذي رشحه العبادي الأعبادي هل سيستطيع تفادي الخلافات حول تسمية الطحان وبالتالي من هو الأوفر حظا بين كل تلك الأسماء لشغل هذا المنصب المهم سأتكلم بصراحة أستاذ ناطق كتلة بدر كانت تدفع بثلاثة أسماء أولا بعادة الغبان أو بأبو حسن الراشد أن يكون هو الوزير وأطراف تريد سيد قاسم العرجي ربما هناك فيتو أمريكا على سيد قاسم العرجي في حين لاحظنا في البرلمان أكون توافق عليه ويبدو أن رغبة السيد العبادي ليست مع سيد قاسم العرجي عرض الأمر على سيد هادي العامري لأكثر مرة بأن يكون هو وزير الداخل لكن رفض بشدة عمليات اختيار حسين الطحان إذا لم تتم بالتوافق مع كتلة بدر ومع سيد هادي العامري لن يمرر الاسم يوم غد نعم يعني جلسة يوم غد تأتي وسط عدم استقرار يعيش العراق سواء من الناحية الأمنية وهذه الاستعدادات لمعركة الموصل وعدم الوصول إلى توافق على هذه المعركة من جهة أخرى أزمة البرلمان حتى واتهامات العبيدي لرئيس مجلس النواب وبعض أعضاء هذا البرلمان يعني هل غدا سنشهد أزمة جديدة سيعيشها البرلمان وسيعيشها العراق وسط كل هذه الأزمات العراق بلد الأزمات يعني هناك أزمات تخرج في الأوقات الحرجة حتى يشغل الشارع بها وأزمات تركن على الرفوف ليعاد استخدامها مرة أخرى المشهد الغريب في الأمر أنه في الجلسة لأستجواب وزير الدفاع تحول وزير الدفاع إلى بطل قومي في الجلسة الثانية فقط سبعة أشخاص صوتوا لصالح بقاءه الآن لدي معلومة أن هناك متغير وخاصة بضغور لاعب خارجي ضغط فكتلة المجلس الأعلى ستصوت بكاملها يوم غدا لوزير الدفاع للبقاء كتلة الأحرار ستصوت بكاملها لبقاء وزير الدفاع حزب الديمقراطة الكردستاني سيصوت بكاملة الأعداد اللي أنا أتوقعها لحد اللحظة هي مؤكد 130 نائب في أحسن الظروف البرلمان لا يستطيع أن يلتأم بأكثر من 260 نائب وبالتالي سيضمن وزير الدفاع بقاءه بوجود الرغبة الأمريكية سيد سليم الجبوري ذهب إلى طهران لكسب الودة الإيرانيين من أجل الضغط على التحالف الوطني لبقاء كرئيسة البرلمان الطبخة تقول أن الجبوري سيبقى والعبيدي سيبقى ما المتوقع بالنسبة لوزير الدفاع في حال تم سحب الثقة أنت قلت أننا بلد الأزمات ربما نشهد بآخر لحظة مفاجآت بمطالبة إقالة وزير الدفاع بهذه الحالة ستكون هناك أزمة باختيار بديل للعبيدي يعني أنا أعتقد إذا وزير الدفاع تم إقالته سيكون نسف كامل للتحالف القوة السنية في العراق سنشهد صراعات بعد أن ظهرت إلى العلن عندما خرجه السيد أسامي نجيفي وقال يجب أن يغير رئيس البرلمان وكان رد حاسم من السيد سليم الجبوري أنا أعتقد اللحظات الحاسمة ستذهب باتجاه بقاء وزير الدفاع لأنني قلت قبل قليل جمع أصوات بحدود 130 صوت وكوحراك في هذه الليلة سيستمر إلى صباح يوم غد حتى يبقى وزير الدفاع ويتم تجاوز الأزمة للبحث عن أزمة جديدة طيب في اجتماع التحالف الوطني العاجل هل سيتم الاتفاق على وزير الداخلية برأيك أنا أعتقد سيتم الاتفاق إذا كان هناك قناعة للسيد هادي العامري بمرشح السيد العبادي من كتلة بدر الكرة في ملعب بدر على اعتبار أن التحالف الوطني وصل إلى قناعة أنها حصة كتلة بدر ويجب أن يكون المرشح منها شخصيا لكن الأمر يبدو أن هناك خلاف في داخل الكتلة حول اسم المرشح صراع بينه ثلاثة أشخاص السيد قاسم العرجي السيد أبو حسن والسيد أيضا حسين الطحان سؤال أخير أستاذ الهاشم قبل أن تغادرنا يعني ماذا عن المطالب الشعبية هل ستفي هذه التغييرات بالنسبة للمطالبات التي طالب بها المتظاهرون ربما هل ستعود بعد ذلك التظاهرات مجددا في حال الخلاف لا أستبعد أن تعود التظاهرات لكن حتى نكون واقعين الأسماء الخمسة الأولى التي رشح السيد العبادي رغم أنها جاءت على أساس التوافق والكتل هي من رشح الأسماء تحديدا لكن كانت الأسماء تكنقراط وقد يكون هذا أهون الشرين على اعتبار أنه أصبحت لدينا وزراء فيها تكنقراط متخصصين لكن أنا لا أستبعد أن تعود التظاهرات في ظل المشهد المتعزم بغداد والإقليم ماذا بعد داعش كيف نعيد ترتيب أوراق البيت العراقي وهي مشكلة لا تقل خطورة عن تحرير الموصل فضلا عن أزمات قادمة وأول الأزمات هي أزمة المنظمات أو الهيئات المستقلة وأنا أعتقد هناك مطالب أخرى وربما سنشهد مفاجر التيار الأحرار بعودة مرة أخرى لسيد مقتدى الصدر لقيادة التظاهرات السيد وافق الهاشمي المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقوال السماعية من بغداد شكرا جزيلا لك